السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورق فنفس الوقت لنشاء الله حل و سهل و بسيطة نتمنى الناس لتشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعلوا زر الجرس باش يوصلهم كل جديد سنمر معكم مباشرة باشوف المقادير وطريقة التحضير نحتاجهم مية وخمس وعشرين جرام من الزبدة هنا الزبدة تكون في درجة حرارة الغرفة ضروري تكون الزبدة طريقة باش تعاونها في الخدمة لا يمكنك أن تكون زبدة حيوانية ولا نباتية من يمكنك أن نقول زبدة حيوانية يعني الزبدة الأقلية سنحتاج أيضا البيضة بيضة متوسطة الحجم لتكون كذلك في درجة حرارة الغرفة وغادي نحتاج كاس دي العنبة من سكر الخشين أو لسكر حبيبات هنا اللي ما عندهم ش كاس دي العنبة اللي ما متوفر ش عندهم غادي تخدموا بالملعقة هنا ملعقة طعام تقريبا خمسة ملاعق طعام اللي تكون مملوقة جيدا من سكر الخشين أو للسكر حبيبات بالنسبة الناس اللي مكيبوش الحلوة بزا فيدروا فقط أربعة ملاعق طعام ملعقة طعام ملعقة طعام ملعقة طعام ملعقة طعام نحتاج خلال حبوب السانوج وحبة البراكة وحبة السوداء ما عرفت كل واحد وكيفاش كيسميها ما عرفت كل واحد وكيفاش كيسميها ما عرفت كل واحد وكيفاش كيسميها ما قدرش نعطيكم شي اسم آخر الزبدة يجب أن تكون في درجة حرارة الغرفة سكار حتى تولي على شكل كريمي سكار حتى يدوب نضيف الملعقة نضيف الملعقة نضيف الملعقة نضيف الملعقة نضيف الملعقة الملعقة تضيف الملعقة كما نقول في الفيديوهات ديالي كاملين دقيق راها ووحد العامي الاساسي في نجاح حلويات لي بزفت الناس كي يهملوا يعني كي ينتاب هول كميضة الخميرة البيض الزبدة والدقيق كي يبقوا غير كي يضيفوها كي يقوك ماهنيش بالعكس الدقيق را كيلعب دور كبير في نجاح الحلويات هنا هدا هو القوام اللي خاصة نحصل عليه كما نقول دائما القوام كان شوفوا بليد اللي ما كان عجنوش بها حيث اللي كان كون عجنو بها ركا تلصق وانتي كتقى يزيد في الدقيق حتى تخرجي على العجينة ومهم كم نضيفوه في الدقيق كما تليكم راها ثلاثة الكي سندي العنباء غدا نخليكم مقادر بالقرامات في صندق والوصف حتى نحصل على هاد القوام كما كتشوفوا قوام لي هوطري وفي نفس الوقت ما كتلتسقش هنا غدا نخلي العجينة ديالي ترتاح تقريبا واحد خمسة حتى العشرة دقيق في مكان اللي يكون في درجة حرارة الغرفة ما محتاجينش انا نضيروها في التلاجة وغادي نشكل كويرات هنا الكويرات على حساب كل واحد قد وقضي اللي بغايت الحلوة جيك كبيرة كتري انا مهم لكي يبقى هاد الشكل لغا يبال لك انا وضعت فيه كورات للحجم ديالهم 16 قرام كما تشوفوا رعيني ميزاري كنحطك نجيبها لعصقة انتم من احسن خدموا بالميزان انتم من احسن خدموا بالميزان ما بغاش خدموا بالميزان ما بغاش خدموا بالميزان مش يجيوك الحبات يجيكم عبار واحد هنا من احسن كما كنقول دائما يعني الطريقة العملية باش متمحنك شو ما تحسيش بالتاعب في الحلوة ديما كل مرحلة كمليها عاد باش دوزيل المرحلة الثانية بالنسبة للتزيان فهو سهل و بسات كما تشتو بدون طابع كنناخد الحب ديالي وكن حرب لها على هاد الشكل تقريبا طول ديالها كيكون هو طول ديالي ديال كما كتشوف وكن وضع وحده على الوقنات غير بشوية يعني ما نضغطوش عليهم بزيف باش مكي يجيش شكل دياله ومشي هو هادك هنا قرر بلكم كاميرا باش شوفوا بالتفصيل كان حرب لها بهاتطارقة وطول ديالها كما شاهدوه والطول ديال 7 دير يدك كان درو حدا فوق وحده وكن ضغط غير شوية من الجنب من بعد ما تخافوش ما هديش تحليكم في الفران حيث من بعد ذلك سافر ديالبيض اللي خليت يجب أن نزين بهم الفوق وبالتالي سأعوني يجب أن نطب في فران شوفوا معي الطريقة بسيطة يعني هذا بالنسبة للناس بزاف كي يجونوا في التعارق وكي لا يكون في العاون يجب أن يكون في بعض الدول لديهم مقاطع ولكن كما نقول دائما موجود المواقع على الانترنت وكل شيء قريب تحاجمة بعيدة يعني يكفي فقط غير بنادم شوي يقلب وره كل شيء موجود في المواقع دي الانترنت كي يجيكم المدة كتكون شوي طويلة ولكن ره كل شيء كتتوصلوا به بحلال لكم في البلاد هنا بذلك السفار البيض راني ضفت ليه القليل من الخل إلى عندكم عطر الفانيلا يمكن لكم ضيفوا لي فقط باش نحيدوا منه سفورية طربوهم الزيان باش يجيكم سهل في الخدمة وهنا يجب اندهن فيها مد حاولوا الشيطة يعني تسوسوها مزيان ما يبقاش فيها الفائد دي البيض باش ما ينزلش ليكم عن الحلوة وينزل في الطاول تحت وغد التحرق يعني المنظر ديلا ما يجيش مزيين يعني يسوسوها مزيان واندهنوا غير وحد هنا وحد دهنة خفيفة من الفق هنا بالنسبة الحبوب حبة الباركة والسانوج غاد نزينهم فقط في هذا الجانب يجب ان اضغطنا عليها في نفس الوقت وفي نفس الوقت يضرق لنا هذيك البلاسة اللي ضغطنا عليها هنا بالنسبة لطريقة نعودها معاكم هنا كتدري وحدة وكتحطي وحدة فوق وحدة وكتضغطي غير بالعقل هنا بالنسبة لهذا الحلوة فيمكن لكم بالنسبة للناس المرد السكري يتقدروا تديرها بدون سكر يعني تحتافظي بنفس المقادر اللي نفس المقادر اللي اعطيت انا فقط يعني غدي تحيلي هذا كاس دي السكر وغدي تعوضيه برشة من الملح رائعة ولكن بالنسبة للحبة حاولي ما تدري 16 جرام يعني دري فقط 8 جرام باش كتجي الحبة صغيرة حتى نعرفوا ان الحاجة المالحة ما تبغيش تجي شوية كبيرة قد ما كانت الحبة صغيرة كتجي مزيانة هنا من بعد مساليتهم كاملين غدي ندوز باش نسخل الفرن على درجة حرارة 180 الناس اللي عندهم فرن غازي يدروا درجة حرارة متوسطة ظهروا ورد سخني الفرن مسبقا خمسة دقائق عادة باش ندخل الحلوة نسنو على حتة حمر من فوق ودوا الشكل نهائي يعني شكلا ومداقا نختار فعل الاشكال اللي تعودنا عليها عادة فهذا نعمل حلويات كي يجي مقرم يعني كتجي مقرمشة كتجي زوينة وخفيفة يعني كتجي خفيفة في الملق ديلا ما كتجي شتقيلة نهائيا نغيرو شوية من دوازاتي اللي تعودنا عليه دائما نبدله شوية فكتجي لها في المنظر ديلا كما كتشوفو يعني ديك خمرة ما كتطرش عليها بزاف يعني نصحكم فقط انكم تسخنوا دروري الفرن مسبقا باش مدعش اللي يكون فلفران الى مكان سخون راه كيتغير شكل ديلا هاد النوع من الحلويات راه كي يجي مقرمش ولكن راه كتجي كتفتت من بعد شوفو معايا بحاج شكل ديلا اغريبة راه كتجي الملق ديالها رائع يعني اللي عشاق ديلا شوية ما بقوش غير في الحلويات اللي كتدوب في الفم من العشاقين الناس اللي كي يبغيو الحلويات شوية مقرملة فكان هدا هو الفيديو ديلا اليوم نتمنى يكون الاعجاب ديالكم لاعجبكم بطبيعة الحال فما تبخلوش عنا بلي لايك لايك بارضل عبر الواتساب الانستغرام والفيسبوك غدا نخلي لكم رابط ديال صفحة ديالانستغرام نتمنى وتتحقوا بها دمتم في رعاية الله وحفظيه والسلام عليكم